موسيقى طبعا اليوم قبل نزلت السويتير الجديد وهو 13.1.3 هذا اللي كان عندي السويتير اللي قبل 13.1.2 مثل ما نشوف هذا الرقم اللي عندي 17A861 نحن نروحين على dot حاول نشوف الرقم الجديد صار 17A878 صار 17A878 طبعا السويتير هذا نازل للكل فما في رقم او حرف في النهاية يدل النبيتة لانه ما بنسخة يجري بيه ينازل للكل نشوف الفرموير لو متغير احين عندنا 20108 لو نرجع نشوف في الجديد فما غيروا المودم ما ان المودم ما في اي شيء طبعا ما نزل على الايفون 10S اوكي نشوف الأشياء الجديدة اللي نزلوها يعني هل في شيء جديد هذا الأشياء اللي اتكلم عنهم يقول لك يعالج مشاكل التزامن مع الاحتزاز عند ترقي الماكلة ما مادري هذا الشخص عنده مشاكل فابل حلت يقول لك بريد الإلكتروني اهم شيء انه يعدلونه انا عندي مشاكل كثير في البريد الإلكتروني اللي هو الرسبي مع الابل فانا ما استخدم ما استخدم ذلك البرنامج في اشياء ثانية برضو لو متكلم عن مشاكل في الاي كلاود بعضهم يقول لك بعد ما تسوي البكاب ترجع البكاب الاي كلاود وما ترجع لك البرامج كلها مشاكل برضو سمعت من الناس كثار ان مشاكل عندنا في ابل واتش اعدلوها برضو هنا يقول لك برضو البلوتوث في السيارة بما انه اصلا نسخ اللي قبل اعدلوها برضو في مشاكل شكلهم رجعوها احين اعدلوا المشاكل ومشاكل برضو يقول لك في السماعات الحق البلوتوث برضو يقول لك اعدلوها والجيم سنتر يقول لك اعدلوها فكلها مشاكل تعديل فتمنى كل شخص يحدثي انا ما رح تخسر اي شيء وحجم مواب كبير لو بنرجع هذا ويمدي تحمل هانا قبل شوي فحجم مواب كبير فاتوقع الكل حتى لو بنشوف القيك بنش هذا القيك بنش على 13.1.2 اعطاني في السنغل 4841 احين اعطاني 4831 نقزل 10 تقريبا هنا في المالتيكور لدي 11554 احنا 11117 اعتبر نزل لكن لا يوجد فرق في النزول خاصة اني توني محثة فالجهاز صاخن يوم تسوي فالرقام يعتبر من ذلك لو بنسوي مرة ثانية بعد فترة راح يكون افضل بس تغريبا ما في اي شيء جديد كل هذه التحسينات بما انه كان كان بس رقم واحد التغير فما راح يكون فيه اي شيء جديد وهو نرجع هنا هو كان 13.1.2 فالرقم الثالة تغير بس راح يكون بس تعديلات فحدثوا نشوف اذا اشخاص عندهم مشاكل تعدلت المشاكل نشوف يعني طبعا الجهاز اللي ستجل لكم حين من انا على 13.2 النسخة التجربية الثانية في الايفون الابنو برو ماكس وحين قال اصور لكم بالايفون الابنو برو ماكس على الفور كي ستين فريم الثانية بس هذا الشيء الجديد ما في اي شيء يعني ما في تعديلات ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك والغناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون من فضل دعاكم والسلام عليكم